اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بيشارك بنفسه كما العادة كما تعودنا في هذه الجلسات ورش العمل اللي بيتضمنها هذا المنتدى في نسخته الحالية كان البحث العلمي له تواجد كان الدولة الوطنية لها تواجد كان التعاون بين الدول الافريقية ودول حوض النين له تواجد الشباب الافريقي وطموحاته كان له تواجد تواجد الرئيس في كل هذه الورش كل هذه المناقشات كل هذه الحوارات اعطاها زخما وعطاها ايضا اهمية وعطاها اهتماما وبات الشباب الافريقي ينظر الى مصر على انها دولة ليست دولة بتتعالى على باقي الدول الافريقية وليست دولة بتنظر على انها هي المستفيدة او هكذا يجب ان تستفيد من شقيقاتها الافريقيات لا لم تعد هذه الصورة موجودة حتى في وجدان الشباب الافريقي بات الشباب الافريقي على قناعة بان هذه الدولة مصر مصر هذه العاصمة القاهرة هذه العاصمة الجديدة للشباب الافريقي اصوان هذا الرئيس لم يعد رئيسا لمصر فقط وانما بات رئيسا لكل الافارقة اليس هو رئيس الاتحاد الافريقي هكذا ينظر الافارقة الشباب الافريقي شبات الافريقيات على الى الرئيس عبدالفتاح السيسي على انه اصبح رئيسا لكل الافارقة فبالتالي هناك أحلام مشتركة يجب أن تعرض أمامه هناك برامج مشتركة يجب أن تعرض أمامه هناك أسئلة وتساؤلات يجب أن توجه له بصفته ليس رئيساً لمصر نعم رئيساً للاتحاد الأفريقي برمته